تلافي النصر سعد اللهمي بداية مرحبا بك يعني الرئيس صالح يجدد الحديث خلال لقائه ممثلة الأمم المتحدة بضرورة انتخابات نزيهة بعيدة عن سطوة السلاح والتزوير ألا يعكس ذلك تخوفا واضحا من إمكانية حدوث ذلك وبشكل كبير تفضل تحية لكم الحقيقة سؤال مهم جدا يعني ليست هناك إشارات واضحة إلى الآن من قبل الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي الذي قدم تعهدات كثيرة وكبيرة في أكثر من مناسبة ذكر أن الحكومة من مهمتها إعداد انتخابات نزيهة شفافة واضحة خالية من سطوة النفوذ السياسي والمال السياسي والسلاح الذي لا تزال الدولة تعاني منه بين هلالين ما يسمى بالسلاح المنفلت الذي إلى الآن الحقيقة الكثير من المتابعين لا نعرف ما المقصود بالسلاح المنفلت يعني ماذا تشير الحكومة بذلك؟ هل هناك منظمات خارج سطوة الحكومة؟ هل هناك ميليشيات؟ لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها إلى الآن؟ هل هي تقصد أن الكثير من الأحزاب تمتلك أدرع مسلحة وهي لا تسمح ولا تقبل بأن تسلم هذا السلاح؟ هذا كل الحقيقة لدينا أكثر من ستة أشهر أو ربما أقل من ذلك للوصول إلى الموعد المحدد سيما وأن مجلس النواب مطالب بأن يحل نفسه في نيسان القادم لذلك الحكومة العراقية أصبحت الآن الحقيقة محرجة أمام كثير من المطالبات الجماهيرية بأن تؤمن لها على أقل تقدير وأن تراجع ما ذكرته المرجعية الرشيدة في أكثر من رسالة في إشارتها إلى أن تكون الحكومة قادرة على أن تهيئ هذه الأجواء وحتى الأمم المتحدة عبر لسان يعني موثلتها السيدة جين البلسخارت في أكثر من مناسبة يعني تذكر قلقها من أن الحكومة ربما لن تكون قادرة على أن تهيئ هذه الأجواء يعني حسب هذه المعطيات ستاعد ستبقى النتائج نفسها مفصلة حسب قياسات الأحزاب السياسية طيب صالح طالب الأمم المتحدة بدور في الانتخابات عبر التنسيق والرقابة هل هذا كافي أم أن الأحزاب والميليشيات ستفعل ما تريد بكل الأحوال يعني شوف عزيزي يعني السؤال البديهي الذي ممكن أن نسأله أنه هل تتمكن الأمم المتحدة من أن توفر مراقبين على عدد الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس النواب بالتأكيد الحقيقة هذا الأمر مستحيل بمكان أن يحدث يعني أن يكون هناك مراقبون دوليون يعني متواجدون في كل مراكز الانتخابية ما يقصد بالمراقبة الأممية الشفافة هو أن تكون حاضرة أو تكون حاضرين هؤلاء المراقبون في على أقل تقدير في مراكز تجميع الأصوات وهذه يعني عملية يعني هي تحصيل حاصل لما سيحدث في المراكز الانتخابية الخشية كل الخشية من أن تحدث عمليات التزوير عمليات تثقيف الناخبين قبل دخولهم إلى مراكز الاقتراع مع عمليات جر الناخبين بالتخويف واستخدام النفوذ السياسي والسلاح كما وصفنا قبل قليل والمال الفاسد والمال الفاسد لدخولهم وإيصالهم إلى مراكز الاقتراع وهذا الحقيقة لا أخفك أنا شخصيا شهدت في عام 2018 عندما أيضا كنت مرشحا في هذه الانتخابات شهدت كيفية عملية تثقيف الناس في يوم الاقتراع ومجيئهم إلى مراكز الاقتراع من خلال سطوة هذه الأحزاب وسطوة يعني أذرعها المسلحة إذن هذه الحقيقة يعني هاجس لن ينتهي مع الانتخابات القادمة إذا ما وصلنا إلى الموعد المحدد إذا ما تم تأجيلها إلى موعد لاحق ربما لكي تمكن المفوضية من الاستعداد الكامل لهذه الانتخابات سيمة وأن حضرتك ذكرت قبل قليل خبر يعني الحقيقة صادم كبير هذا الخبر أن تكون هناك أربعة آلاف بطاقة انتخابية سربت أو تم سرقتها طيب هذا معناه تم استخدامها في الانتخابات السابقة طيب أستاذ سعد يعني هناك من يشكك بإجراء الانتخابات بموعدها ولديه الأدلة على ذلك هل المعطيات الحالية تشير لانتخابات مبكرة فعلا أم أن الحسنة الوحيدة للحكومة الحالية ستذهب أيضا بعدم إجراء الانتخابات يعني بكل بساطة إحنا ذاهبين إلى موعد يعيد التاريخ نفسه وندخل في أزمة مالية مجددا وفي صراع نخبوي سياسي مجددا وهذا الحقيقة الموعد سيكون في شباط من العام القادم قانون العجز المالي ينتهي مفعولة أو تنتهي السيولة المالية اللازمة التي تحتاجها الحكومة لهذه الأشهر وصولا إلى شهر شباط من العام القادم بعد شباط سندخل في نفس الأزمة إذا ما استمرت الحكومة في عدم إيجاد حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية وهذا الحقيقة يعني في أكثر من مناسبة أشار الباحثون والمفكرون وحتى أصحاب المراكز البحثية الاستراتيجية الاقتصادية المالية أشاروا إلى الحكومة بحلول ناجعة من الممكن أن تنقذ البلد وتنقذ الحكومة من هذه الأزمة إذا كانت فعلا هناك أزمة حقيقية في توفر السيولة النقدية وإلا أن تعتمد أنت على الاقترار دائما وخزينك في البنك العراقي يعني يبدو في طريقه إلى أن يتم استهلاكه بشكل كامل ليس لديك غطاء نقدي أو غطاء ذهبي بالتأكيد ستذهب إلى أن تكون يعني دولة على شفا حفرة من الإفلاس وبالتالي يعني مع اقتراب وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض ما الذي سيحدث من سيناريو قادم في العام القادم هذا الحقيقة أمر مخيف العراق إذا ما استمر بهذا الشكل بهذا التشتت بين الزعماء السياسيين الذين لا يزالون يصرون على الذهاب إلى البلد إلى المجهول ويعني يعني يصرون على أن تكون مصالحهم الشخصية الحزبية هي في المقام الأول قبل أن تكون مصلحة العراق أولا أستاذ سعد بما أنك ذكرت موضوع الاقتراض يعني الاقتراض وقانون العجز يعني فعلا رغم من أن الاقتراض ينطبق عليه المثل آخر العلاج الكي إلا أنه لم يرضي الأطراف السياسية وبعد حديث عن عنصرية وطائفية وطعون هل فعلا الأطراف السياسية تتعامل مع قوت الشعب يعني بطريقة غير عادلة يعني ربما للمزحة والنكتر يعني نتحدث نقول يعني يبدو أن السياسيون الآن تعلموا من النظام السابق يعني ما يسمى بالمكرمة من لدن القارئ يعني يعني الآن هم الحقيقة يعتقدون بأنهم أنجزوا قانونا مهما ويعني هذا القانون سيذلل كل العقبات وأنت تشاهد وتسمع عبر وسائل التواصل وعبر وسائل الإعلام المختلفة وحتى عبر قناتكم الكريمة المحترمة الناس الحقيقة الآن يعني بدأت حتى ما تملك أن تشتري يعني قوت يومها يعني أفلست تماما هسه بالعادة في السابق الناس إذا تحتاج شيء تحتاج مبلغ من المال تروح تستدين من أقاربها من أخوها من ابن عمها الآن وين تروح تستدين إذا الكل داخل في هذه الدوامة من الإفلاس ويعني للأسف يعني حتى الرجال بدأوا يعني دموعهم تنزل للأسف بسبب الضائقة المالية لأنه محرج جدا محرج أمام عائلته محرج أمام احتياجات أولاده محرج هو أمام احتياجاته الشخصية المعتاد عليها يوميا بالتالي نسمع رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي بعد صدور القانون يوعدنا بتوزيع راتبين للمواطنين للموظفين اليوم نسمع أنه لا يتراجع عن هذه الكلمة ويقول راتب واحد وربما بعد أيام يعني أستاذ سعد ليش تحاول تضحكنا على الشاشة هو موزلة حضرتك للموزحة يعني يعني هناك حلول هل تعتقد أن هناك حلول في الأفق فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أم أن الشعب يعني تنتظره أيام صعبة وقد تكون أسوأ من هذه الأيام شوف إحنا الحقيقة عزيزي لو نمتلك رجال يعني الحقيقة وطنيون حقيقيون يحملون الهوية الوطنية على قلوبهم يدركون أن العراق الحقيقة بلد يعني في طريقة إلى يعني إلى يعني ماذا أصف يعني للأسف ربما ينتقدني الكثيرون ربما سيمحى من الخارطة من الدكرة إذا ما استمر الوضع بهذا يعني سنعد حالنا حال الدول يعني الفقيرة ما احترامنا يعني لهذه الدول سنعد حالنا حال الصومال حال إثيوبيا ما راح نعد بالميزان ما راح نذكر أمام الدول حتى نحترم دواتنا ونحترم أنفسنا ونقول إحنا وطنيون نحمل هوية الوطنية علينا أن يعني ندعم بعضنا البعض نتواصل مع بعضنا البعض ونترك هذه الملذات يعني السؤال أنه هل يعني مشي بعض دول القادة هذه الزعماء ما اكتفوا بهذه الثروات اللي هربوا من البلد من عملة ما اكتفوا بيها للأسف لا يزالون الحقيقة يحابون أحزابهم مصالحهم الشخصية أقاربهم وهم الحقيقة يعني لا أخفيك يعني أنت تعرف جنابك يعني من الذي يتأخر علي راتبه رئاسات الثلاثة لا استلمت رواتبه المواطني البسيط المجلس النواب استلموا رواتبهم وإلا وإلا أنا حتى أثبت وطنيتي على أقل تقدير وهذا في أكثر من مناسبة كرته قلت أعضاء مجلس النواب مع الرئاسات الثلاثة مع كل القادة والزعماء عليهم على أقل تقدير أن يبادروا بمبادرة بسيطة جدا شنو هي يتبرعون برواتبهم لأربعة أو خمسة سعد اللامي نعم عذرا لضيق الوقت سعد اللامي القيادي في تلاف النصر كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا شكرا لك